اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في سادسة خليني طيب قبل ما ندخل بقى في الفيديو كونفرنس اقول لكم بس بداية قرارات ادارة المسابقات في عقاب الجولة الاخيرة من بطولة الدوري خليني اقول ان ادارة المسابقات باتحاد الكرة المصري اعلنت عن قراراتها عن مباريات الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي بداية طبعا عندنا غرامة مالية على نادي طلاع الجيش عشرين الف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري ايقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لعبي مصر المقصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الانزار الثالث ايقاف علي جبر لعب بيرمز مباراة واحدة لحصوله على الانزار الثالث ايقاف فتحي مبروك عبدالعزيز لعب غزل محلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه امام المقاولون غرامة مالية مئة الف جنيه على نادي الزمالك الهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة اثناء وبعد مباراته امام البنك الاهلي غرامة مالية مئة الف جنيه على نادي الزمالك لنزول اعداد زائدة اثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى الى توقفها لمدة ثلاث دقائق ايقاف احمد ابو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على انزال الثالث في المباراة نفسها ايقاف حازم امام لاعب الزمالك اربع مباريات وغرامة مئة الف جنيه للسلوك غير الرياضي ايقاف محمود عبدالرازق حسن الشهير طبعا بشيكبالا لاعب الزمالك تمن شهور وغرامة خمسمائة الف جنيه لتكرار اثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاج بمسؤول النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها دي عقوبات طبعا الخاصة بالجولة الاخيرة اللي شهدت الحقيقة احداث مؤسفة في توقيت كان المفترض الحقيقة انه يكون اجواء احتفالية يعني احنا بنتابع في كل انحاء العالم وهنشوف معاك والحقيقة النهاردة لقطات توضح الفرق الكبير الفرق السنين الضوئية الحقيقة انا هنا مش بكلم بس على اتحاد كورة ومش بس بتكلم على اندية مفترض ان هي بداية يعني تكون هي حجر الزاوية فيما يتعلق بالاخلاقيات اي لاعب لابس فنلة نادي هو بيمثل هذا النادي وبالتالي سلوبه سلوكه تصرفاته كلامه محسوب بالتأكيد على النادي اي شيء بيسيق بيسيق للمنظومة وكان من المفترض انه نادي بحجم نادي الزمالك كان من الاولى ومن الاجدى ان هو يكون صاحب العقوبات للخروج على النص قلنا مرارا وتكرارا اعتقد ده مبدأ محدش يقدر يختلف عليه انه الاخلاق والسلوكيات تأتي قبل البطولات والالقاب ده شيء مفهوش شك وانه الالقاب والبطولات والنجاحات والانجازات اللي تأتي على جثة الاخلاقيات بنقصها في حد ممكن يختلف مع الكلام ده في حد ممكن يكون شايف انه الكلام ده خارج المنطق نرجع مرة تانية وبنقول احنا بنعلم ولادنا ايه وبنعلم اجيال اللي جاية ايه وفي النهاية برضو في علامة استفهام هل العقوبات دي تحقق مبدأ الرضع يعني بمعنى هل العقوبات اللي صدرت بحق ايا كان من كان يعني مش بكلم على اسم حد بينه تخلينا نتوقع ان احنا ما نشوفش تكرار للسلوكيات دي مرة تانية في ملعبنا المشاهد دي ما تدخلش بيوتنا وارجع تاني واتكلم بعيدا عن مسؤولية الاندية وبعيدا عن مسؤولية الاتحاد اتكلم على العقليات اللي ازاي بتكتب تاريخها مهما كانت امكانياتك ومهما كانت نجميتك ومهما كانت موهبتك ومهما كانت انجازاتك يعني وحطت تحت كلمة انجازات دي مليون خط ده ما يدكش حق أبدا في التطاول أو التجاوز أو الخروج على النص بقى ايه شكل من الاشكال العقلية اللي خلت محمد صلاح في المكانة اللي بيتمتع بيها النهاردة خلته واحد من وسط أهم مجموعة أسماء في عالم كرة القدم هي العقلية اللي افتقدتها كتير من مواهب الكرة المصرية واللي راحت لطريق للأسف الشديد جدا مش لقيله مسمى غير انه طريق منحرف بعيدا كل البعد عن الرياضة وعن أخلاقيات الرياضة اللي مفترض يعني الناس بتمارس رياضة عشان تسموا بأخلاقياتها الناس بتمارس رياضة عشان تعلب روحها الناس بتمارس رياضة عشان تبعد عن كل ما هو مرتبط بالعنف أو بالانحراف أو بالتطرف أو بالتعصب عشان كده الناس بتلعب رياضة وده الفرق اللي مخلي الرياضة في العالم كلها والكرة القدم في العالم كلها في حتة وإحنا للأسف شديد جدا في حتة تانية خالص أبعد ما تكون عن الرياضة وأبعد ما تكون عن الاحتراف هل من الممكن أنه لعب مصري محترف في أي دوري من الدوريات يعمل نفس السلوك؟ أشك هل من الممكن أن المشاهد اللي احنا شفناها في الدوري أو في المباراة الأخيرة في احتفالية مفترض أنها احتفالية فوز وتتويج بدرع الدوري تتكرر في دوري تاني من غير ما شوف عقوبات راضعة أشك على كل الأحوال عشان ما نضيع شوقت حلقتنا وعندنا فقرات كتيرة جدا مفترض وإحنا بنشتغل عليها وبنحضرها الجمهور النادي الأهلي ولمشاهدي السادسة أنها تكون ممتعة خلينا ما نضيع شوقت أكتر من كده في كلام الحقيقة تعبنا من وملينا من الكلام فيه مرارا وتكرارا